شبتي يولاً يرجع يرجع ويسمح نعزع ناس يوم ضيعته نحن كتير نشتاقين لهم زبط والحياة بلطان وصعب الإنسان بكمل بس بصير يكمل بيش أصب بل هره وهو يرجع بس بس طلع الانفجار صرنا ندق على المرفق انه على تليفون غسان ما كان يرد أنا قلت انه يمكن من ضغط الخطوط يعني والانفجار قالوا انه يمكن ببيت الوسط دورنا التلفزيون عم نشوف قالوا لأ على المرفق انه هني بس قالوا على المرفق يعني أنا واقفة كنت هون ما عد فيني أمشي ولا أوقف وصير تصرخ يا رب يا رب عيني لح تقدر كمل لا أوقف عجري لأزيز كله بالأرض الولاد كلهم هون بيصرخوا الدنيا قاينة صادت الناس بس تعريف قلنا انه غسان وين هون أو بالشغل قالوا أنا بالشغل أو الولاد يردوا يقولوا بالشغل يقولوا نحنا جيين لعنكم نحنا بيتنا ما بينفت علي غسان بأيام الحرب عيش تحت كل الحرب هو غسان يشتغل تحت وكاني قلي ما تخافي علي تحت أنا علي الأمان انه خافي علي عالطريق أنا ونازل يعني من الأصف كنت عم بقولوا وقول يا ربي ضليت لأخر لحظة لأخر لحظة قول أنا انه يمكن هن قعدوا محل ما كانوا يقعدوا وقت الأصف ونحنا ضلينا وقتاً دا ما حدا برد ضلينا نسأل ما حدا بيسأل وهي هي قصتنا وراح غسان وتركونا هاكي لوحدنا أخذوا لشريك الغمر هني أخذوا أخذوا كرمال هني طمعهم وججعهم أخذوا أخذوا من ولاده أخذوا مني أخذوا بدأ قل لي صاروة تقريباً ستة وأربعة أيام قل لي نادين بظهر أفتحي فيديو كول فتحت معه أنا فيديو كالب ملاقيه هو عم يركض يعني وفي ناء ضخمة يعني وراه وفي سيارة الدفاع المدني وراه فبيقول لي نادين لو بتعفي شو عم بيصير عنا يعني وهذه الكلمة وراح الصوت يعني اختفى دورت كثير عليه بس ولا نفع مجتت بالأرض ما بتعرفون عنه مجتت فلي مرعب اخترت أنا كل ما شوف حدا قال له ان أنا خطيبة لصاحب بعطت لي هي هيدا الفيديو اذا بشيتكم وعلي كان يشتغل يسعي يشتغل حطي يجيب متل عيش له وليه يدو وراح الصبح طلع الساعة ست فترك وليه يدو نينو يشتغل دويمة لساعة ثلاثة فهم الحال وفال يجعوا على الطريق ردوا قالوا له رجي عم نعطيك على الساعة خمس ثلاثة ثلاث ساعة تيارك ما رجع لين بس كلمة تيارك ما بقت انفع شيء بداي عب عايزة منك بروح بجورك يا إبي وأنا وإبي حبيب قلبي يا إبي بروح قلبك يا إبي صارنا نقول ساعة بالبحر ساعة شين استقشفى فائد ذكرته مع أنه إذا بقى تفكر بالمنطق وبالواقع بتعرف أنه ما رح يرجعه بس بلاينا لقى خطك كنطرين ترجعوا لنا آخر شيء بسبعة عشق أشلق شقف من وراء مواد حطينا بمزبلة البور بمزبلة البور خيو كنصر بيبهيوط عمي بروح ونستشفى ونستشفى سواق نحد الساعة نتان بعد نصر لقيت الخيو لطنقوا طلعوا من بيروت لطنقوا خلاص طلعوا من بيروت لان كان عندي يعني عنه إنه تجو الشباب كدن إن كانوا مع بعض إن الجماعة تفاجأت فأكيد ما في حدا منهم طيب إن فيجار إنه بيشين بنيات ما رح يترك ناس إنه غطع وشأف وغايدا ما يصار نحن معجبنا منه وميدنا أو منجوه كمان بالتحديد لنها أشريد من الزوط يخدموا بيروت طيطفوا حريق بيروت احترقوا بنارة هادي دولتنا حرقوا لمقلوبنا هادي منهم شهادة هادي نغدر فيهم وهادي مقتولين مثل أولاد من قتلوا عفور بيروت شفنا كليت أربع شقف قدرنا إنهم هاو قلنا نجوه قال لأها مش إنكم بعد ما اتفننا وقطع الأربعين رجعوا تصلوا فينا نحن متوقعين يتصلوا كنا متوقعين أشباب يتجوه أولا غير شباب إنه تكون شقف صغيري غلا كنا عم نشوف بمستشفى رفيق الحريري يجيبوا شقف صغيري يحطوه ببرد شقف اثنان كيلو وان كيلو كأننا بمنحل وقت اللي اتصلوا فينا تاني مرة أخذنا تبوت صغير ورحنا تنستلم به العشقائق لازم يتفاجأ إنه العشقائق ما شفناهم أول مرة هاو هنم يتجوه شقف من ظهره إيده إجوه إنه لا كأنه صار في انفجار ولا كأنه صار في حدث على هذا المستوى طيّر العاصمة وطيّر المرفع وراح 200 قتيل وتشردت ناس نحنا وراهن تشوفهم مع الأم شنقهم واحد ورا التاني واحد ورا التاني نحنا وراهن كرمي الولادنا اللي بعده رئيس الجمهورية قال هو إنه أنا عارف شو فيه بس ما عندي صلاحية اتدخل فيه تراتبية يعني لو ما سمعت على الحكيم إنه كان أحفظ شو ناطر يروح 200 ضحية و 6000 جريح تيكون عندك تراتبية تتدخل يعني كيف ما فهمت ما فهمت بأي حق إذا هو ما تدخل من بدي يتدخل أنا أنا بروح بإلنه نشيلون من هون أو تلفون أو شوفوا شو بدكن تعملوا بس هي كان فيه شغلي بسيطة كثير لو عملوا ما صار اللي صار كان معهم وقت تلت ساعة ما بعرف إذا ما زبوط يخلوا الببار يخلوا الببار يطلعوا العالم من بعده العالم لبره قدمى فيهم وينفجر الببار يروح كله يروح كله المسؤولين من هو مش ساعد الحريري نعم أنه عارف بها المواضيع نجيب مئاتي مش عارف تمام سنين مش عارف يعني بشهم عليهم كبار كتير ما بينزلوا كنت بتمنى ولد منه ونادون يروح يروح شهيد على البورتة شوف شو كانوا عموه الله يستفر فيه الله الله كبير ما بيترك حدا يعني غسان أنا بيفقدله كتير بالضايعة كتير 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 ببيت الضايعة لأنه ببيت الضايعة منقعد فيه ومنم بسيط ومنرتاح وهو بيحب كتير بيحبه كتير بيزعل عكل الأوقات اللي كان يقلي تاعي نروح وأنا أقل له أنه لأ هلأ منا مرتاحين أو أنا تعبيني أو أي شيء ونبطل نروح لأنه أنت ما بتعرفه يارك بتعرفه بس ما كنت فرحة كان اللي تقريباً أربعة شهور حامل وكنا قبل التفجير بي على العيد كان كنا عامين حفلي حد أهلي عشان نعرف يعني نخبرهم أنه معي صابي وكذا كنا نفتش كنا نفتش ألا شغلة نفرح فيها تنبسط فيها كنا مثلاً كل شهر مثلاً هاس متفقين على واحد على أده يعني بروح مثلاً منظهر طي دل في جو ببيتنا وصروت كان يقضيها هو وهذه غنى بالبيت ألا زراح لك بستانورون شاجرة صغيرة تفيقي لازراح لك بستانورود شاجرة صغيرة تفيقي ولا أجبلك من نور الشمس ما بقى في شيء اللو معنا ما بقى في شيء اللو طعن ما بقى عندي هدف ما بقى عنفكر بقى بمستقبل وقفة الدنيا كل شيء تحول بلاحظة من فرح لحزن من عرس للدفن من كارت عرس لورقة نعوة الفستان أبيض لتقبوت أبيض كل التحديدات اللي عم تعاملها لحرصك عملت لدفن ومين أغلى شخص بدني على قلبك يالي آخر مر آخر شيء كنت بتصور أني أخسره بقى صحك كل ما بقى أعمل شيء كل ما أعمل أكل يعني أنا بتشوفني أنه أنا واقفة أنا إنسان أنا هلأ عم بحكي بس أنا من جوة ما في شيء إنسانة مهدمة محروقة ما فيها تعمل شيء نحن الموتى وهن العايشين أخواتي وجوزة هن اللي عايشين ونحن الميتين صرنا منتمنى الموت من بعد أربع عام لأنه حياتنا ما قلة معنا براهم بس بقلو خليك حدي خليك معنا وعطينا الأقوة من فاقف هو بيعرفني قوية بس مش هلأت مني هالأدوية تحمل هالصليب كثير أنا هلأ لما بروح مثلا بظهر على الحارة مثلا بمرؤ من حد محل ما كان بالناد بمرؤ من حد المحل رفيقه حتى شوفوا المكان حكاينك جوه قد فرصته بيجي بساعدني بشغني عندو كبك أب كم يوم بيشتريني عني دقاني إني بقى ما تعمل شي بكرا الصباح أنا جاي انت إنو بقى ما تعتنها تشوفي يا عامن بعمل وناطرك عبكرا وبعد مينوتو وبعد مينوتو تشوفوا بس بين بنام وبن חיים مش هم بقدر شوفوا